اسمع اسمع يا عميل وعسو رتنا من مين هو واقع الحال في خمس عشرة مدينة وبلدة في الشمال السوري مظاهرات شعبية غاضبة ضد الجولان وميليشياته للمطالبة بوقف الانتهاكات وحملات الدهم والاعتقال المتواصلة بحق كل من يخالف الميليشيا بالرأي أو يجرؤ على انتقادها المظاهرات المسائية المتواصلة تأتي في إطار الحراك السلمي ضمن جمعة العدو على الحدود والثوار في القيود خرج بها المئات في مدينة إدلب وقرى وبلدات كفر تخاريم ودير حسان ومخيم أطمة وكلي وترمانين بريف المحافظة فضلا عن أخرى شارك فيها نازحون من مدينة اللطامنة منددين بما تقوم به الميليشيا ومسؤولها من مداهمات ليلية وانتهاك لحرومات المنازل وترويع الآمنين مطالبين بفتح الجباهات ورفع سقف الحريات ومحاربة الفساد والمحسوبية المستشرية في مناطق سيطرة الجولاني والإفراج عن المعتقلين في سجونه موسيقى لقد قامت مخابرات ما يسمى هينا الحديد الشام بانتطاف المتاهد عبد عبد الضابي بيت بطريقة تشريحية حيث وجدوا سلاح رميين وقادوا تحت تهديد السلاح إلى بيجن المظلمات التي تشاهد قلوبهم الشعارات والهتافات المطالبة برحيل الجولاني لم تقف عند حدود إدلب بل امتدت لمدن وبلدات وقرن بريف حلب منها الأتارب وعزاز والباب والسحارة وبابكة ومخيم ريف حلب الجنوبي وكفر وصوران احتجاجا على السطوة الأمنية لميليشيا الجولاني وتقييد الحريات والحد من حركة الإعلاميين والصحفيين الذين ينقلون الحقيقة وأوضاع المدنيين مراقبون يرون أن الحراك الشعبي المتواصل منذ أكثر من شهرين بمشاركة نساء ورجال في الشمال السوري على الرغم من السطوة الأمنية الكبيرة للميليشيا دلالة على فشل الجولاني بالسيطرة على المدنيين وكسر إرادتهم ودفعهم نحو الخنوع والتغاضي عن جرائمه وانتهاكاته متوقعين أن تشهد الأيام القادمة زخماً أكبر واتساعاً لرقعة المظاهرات المناهضة لميليشيا الجولاني مصر المايا الجولاني مصر المايا الجولاني